طيب إذن ننتقل معك أستاذ الجميل إلى اليوم التالي ومنها نقرأ لجنة المعلمين ترفض أو نرفض حلول القطاع والإضراب مستمر أكدت لجنة المعلمين تمسكها بالحلول الكاملة فيما يتعلق باستحقاقات منسوبها وعد النتق الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر في تصريح لليوم التالي أمس السبت ما ذهبت إليه وزارة المالية بشأن الحلول الجذئية لتنفيذ المنشورات أمرا مرفوضا وقال لن نقبل بحلول القطاع مشددا على المضيف الإضراب وأشار إلى أنه سيدخل إسبوع التاسع اليوم الأحد ويستمر حتى الخميس وأكد أن معلمي ولاة الخرطوم لم يصرفوا من التباتهم ونوها إلى أن ودارة المالية تستهدف شق صف المعلمين فذا الجميل إضراب المعلمين أكمل إسبوع التاسع ويدخل في الإسبوع العاشر إلى متى تستمر هذه الأزمة في رأيك نعم أعتقد أنه المشكلة قائمة لأسباب كثيرة لأنه لا توجد حلول لهذه الأزمة حتى الحديث هذا يؤكد أن هناك فجوة صغة ضخمة ما بين السلطات الحكومية وأي وعود تطلقها السلطات الحكومية في إيجاد معالجات لمشكلات شريحة المعلمين أعتقد أنه المعلمون من خلال واقع التجربة العملية قد جربوا كثيرا مثل هذه الوعود التي لم يتم الإيفاء بها في تجارب سابقة وبالتالي من الصعب الآن الركون إلى تقبل فكرة أن الحكومة أو وزارة المالية أو وزارة التربية والتعليم تقدم وعود وتعهدات لا تملك حتى قدرة على الإيفاء بها الكل والجميع يدرك أن هذه الموازنة الاقتصادية الآن بها عجز ضخم جدا هذا العجز يعني من الصعب جدا رتق الفتق فيه من قبل وزارة المالية أو سد العجز هذا سوى بالاستدانة من الجهاز المصرفي أو التمويل بالعجز ما يعرف بالتمويل بالعجز وبالتالي طباعة الأوراق النقدية وهذا له أثر تضخمي أيضا سيحدث في ظل اقتصاد أصلا يعاني الآن من حالة تكسات التضخمي هذه المشكلة لن تحل مشاكل المعلمين لو أن المعلمين تجرت زيادات لرواتبهم وأجورهم وتم وضع حوافز إضافية لهم ومعالجات للبدائل النقدية لهم سيجد أن السوق قد تقدمهم أيضا في مرحلة ما وهذه الحلول الجزافية لن تحل مشكلة المعلمين أو قير المعلمين أعتقد أن الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات هيكلية طيب إذن هي مشكلة كاملة في الاقتصاد السوداني لا يمكن حالتها بهذه الحلول هناك حديث أثار الجميل في مواقع التواصل الاجتماعي يتم تناوله بإمكاني تجميد العام الدراسي إذا استمرت هذه الأزمة دون حلول هل سيجمد العام الدراسي في رأيك؟ هو شيء مجمد؟ أنا في تقديري أن الآن إعلان عطلات مختلفة تقديم العطلة الفصلية وهكذا هذه الطريقة تؤكد أن هذا العام الآن قد حدث فيه اضطراب وخلل كبير التقويم الدراسي للعام قد اضطرب بدرجة كبيرة وبالتالي حتى مسألة تجميد العام الدراسي هي ليست حل هل نريد أن نجمد الحياة برمتها؟ عندما نتحدث عن الفصل الأول الحكومة لا تستطيع أن تفي برواتب العاملين فيها ومن بينهم المعلمين بالطبع بالتالي حركت الحياة برمتها باتجاه التوقف وأعتقد أن هذا هو الذي دعه الجنرالات الجيش لليأس من السلطة وحالة التمسك بالانقلاب وأعتقد أن ما قال به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمهلة التي تنتهي في مارس القادم فيما يتعلق بغضية البيون فيما يتعلق بغضية المنح والقروض والإعانات التي كان ينبغي أن تتدفق هو الذي دفع الجميع الآن لقبول صيقة العملية السياسية وهذا الدفع في هذا الاتجاه هو جراء الأزمة الاقتصادية أصلاً وأي كلام عن حلول الآن في هذه المرحلة قبل الوصول إلى استكمال العملية السياسية وقبل الوصول إلى اتفاقات مع مؤساة تمويلة دولية أنا أعتقد أن حديث نظري لا يمكن أن نبني عليه أو نؤسس عليه بإمكانية إيجاد حلول ويصبح الشلل في حركة الحياة ودولاب الدولة هو شلل عام إلا أنت تحدث عن شلل عام الآن في توقف في الحياة ودولاب مؤسسات الدولة لكن هناك خطوات فيما يخص أزمة المعلمين كانت بدأت لماذا لم تصل اللجنة التي يشكلها مجلس السيادة إلى حل فيما يخص هذه الأزمة أزمة المعلمين في رأيك أنا أشرت إلى فقدان السيقة وبالتالي مصداقية الدولة في أنها تعد هلتفي كل عهد أبرمته ونقضته وفوق ذلك الكل يعلم أن الدولة لا تمتلك أيضا مقدرات على تمويل أي زيادات في الأجور أي تحسين لأوضاع المعلمين يمكن أن تعد لكنها لا تستطيع أن تفي إما لأنها عاجزة أصلا أو لأنها قير جادة حتى في إطلاق مثل هذه الوعود وأعتقد أن شريحة المعلمين شريحة تتمتع بدرجة عالية من الوعيهية لا تنطلع عليها مثل هذه الوعودة الجوفاء في تقديري أن هذا أسى المشكلة ولذلك مهما قال المجلس السيادة مهما بذلت وزارة المالية من أحاديث مهما قالت وزارة التربية والتعليم أعتقد أن المعلمون يدركون تماما أن الحكومة الراهنة الآن لا تستطيع أن تعالج مشكلاتهم وبالتالي هي قضية جزئية متعلقة بخدمة التعليم لكن هذه المشكلة لا تقف في مجال التعليم هي مشكلة عامة نعم عامة أعتقد أنها نعم نعم